الرئيس التاريخي لنادي سموحة وواحد من أهم رؤساء الأندية اللي أنا شفتهم من ساعة ما اشتغلته طبعا هو أكتر وممكن صحفيين آدم مني كمان بيعتبروه واحد من أهم رؤساء الأندية في التاريخ بشكل عام كل النجوم دي اللي كانت موجودة في عهدك اه اللي غير سموحة بص حضرتك أنا أول حاجة أنا مبسوط قوي أني أنا مشيت ليه عشان الناس تعرف أنا كنت بعمل لهم إيه فاتسوق للناس يعني الناس ما كانتش حاسة بص لما أنت في مثل يقولك إيه عشان تعرف أمك جرب برطبوك وبعدين أنا بخدم الناس كان لما واحدة ست تتكلمني إن شاء الله تقعد غيرت 12 بالليل أسمع لها تماما مشكلة أحلها فورا أدخل من باب النادي حرس سلاح انضباط تام مفيش خناقات مفيش مشاكل مفيش خروج عن القواعد مفيش حد يعمل بيزنس كل ده بقى بيحصل دلوقت أكتر منه تسوق فكرة غلط تسوق فكرة غلط تسوقوا فكرة غلط إنهم هنلغي الكورة بيصرفوا دلوقتي 170% من اللي أنا كنت بصرفه وبخلين واحد كده إداري شغال هنعمل كده هنعمل التصنيف والتقييم بقى كذا هنجيب مدربين بقى دي أحد أفراد الأمنة بعد حالي بارح كان فيه مشكلة جربة أنا قبل موقعة بورسعيد بعشرين يوم كنت في التلفزيون أو 18 يوم كنت في قناة أعتقد الأهلي وقلت يا جماعة لما رحنا في سموحة حصل علينا اعتداءات كبيرة قوي أنا بحذر من كارثة علشان تكون في الصورة قبلها بـ 18 يوم وكنت مع الأستاذ ياسر اللي بيكتب عمود في المصر اليوم ياسر أيوب ياسر أيوب كنت معاه قلت له احنا رحنا ضربونا بحاجة جاب شال عامة مؤقت للمدرب العام بتاع النادي وحصل اعتداء كذا وحصل اعتداء كذا وحصل اعتداء كذا إذا الأمن ما وقفش وقفة جامدة جدا وحصل كذا أنا بنبق بكارثة اللي بيحصل دلوقتي طبعا في النادي سموحة أنا عكاعده خناعات وضرب مطاوي وضرب أبضاء مطاوي ده مطاوي دي حاجة بسيطة ده ده مضروب أربع مفاتيح على دماغه وستات تمسك في بعضها وستات تجيب القطط بتاعتها في الكلاب هاوس وناس يجيبوا كياس القمامة يحطوها والدنيا يعني وعضويات بقى شرفية ما كانش فيه حد يدخل من برى النادي ده إلا العدو العامل النادي مالك أكبر بساعة نادي مفيش زرة تقدر تقف فيها في النادي وتقييمات بقى بالفلوس وكل حاجة العكس يعني عكس ما أنا كنت موجود